إذا اللي بيحصل على إقامة الرفض يعني مثلا هلأ الرفض مثلا إذا كان واحد بساوي عقد عمل بيحصل له بإقامة السنة بيحصل يساوي لم الشمل عليه ولا كيف طيب أنا إحنا جاوبنا المعلومة دي قلناها كتير في البرنامج النهاردة المعلومة دي قلناها كتير النهاردة اللي أخد حماية سنوية من حقه يلم لم الشمل عن طريق عقد عمل بس يكون الزواج بتاعه قبل دخوله النمسا يعني يكون متجوز قبل دخوله النمسا وحصل بعد كده في النمسا على حماية سنوية من تاريخ البشايد الأول اللي جاله بتاع الحماية السنة يعد ثلاث سنين عليهم ويعمل لم شمل ولكن حصريا عن طريق الماجسترات وعن طريق عقد عمل وعن طريق يكون عنده بيت ويستوفى الشروط في ثلاثين سانية موضوع الأحكام من المحكمة الدستورية العلية هل يمكن الامتسال بيها في حالات متشابهة ولا كل حالة بتعالج في المحكمة الدستورية العلية على حدة كل حالة بتعالج على حدة ولكن ممكن المحكمة الدستورية يعني زي في الوقت الحالي كتير سوريين حتى لو بيبقوا عارفين النسبة الامل ضعيفة ان هو يقدم طعن للمحكمة الدستورية العلية بس بيقدم وانا شايف ان الشيء ده ممتاز جدا ان الناس تستمر تقدم طعن للمحكمة الدستورية العلية لحد ما ممكن تسيجي اللجنة مرة قضائية في المحكمة الدستورية العلية طول هنا لغاية كده وستوب مثلا بنوقف الإقامة السنوية وتعدل القانون أو تعدل الشروط أو هكذا والوضع يتحسن تمام إحنا عندنا لقات أخرى أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نفين